حكايتنا النهاردة بتتكلم عن بنت اسمها جي بنت زكية بتحلم انها تكون مؤلفة مسلسلات مشهورة ولما بتتم العشرين سنة بتبدأ اول خطوة في تحقيق حلمها وبتكون مساعدة صغيرة كده للمؤلفة مشهورة وبتكون لسه مخلصة قصة جديدة وبتاخد اجازة علشان تروح بيتها وبيكون اخوها ساكن معها في نفس البيت وبتلاقي اخوها تجوز في البيت فبتشتكي بقى الاهلها وانها مش هتعرف تعيش معهم في البيت لانه بيت زغير بس اهلها بيقفوا مع اخوها بتروح ساحب بيتنا جي بقى عند صحابها وبتحكي لهم على مشكلتها وبنعرف ان جي هي اللي دفعت فلوس البيت من شغلها بس اهلها كتبوا البيت باسم اخوها وفي نفس المكان بيكون قاعد سيهو كان بيزعق لشريكو اللي بيسكن معاه لانه بيتقل في عصير اللمون وانهو مش نظيف وبترده من البيت وبيكون سيهو مهندس في شركة كبيرة وهو شخص بيحب القوانين والالتزامات وبيحسب كل حاجة واحتمالات انها تحصل وبيقول لهم ديره ان هو يدور له على شخص جديد يعيش معاه في نفس البيت بالإيجار بنروح بينا لصاحبتنا جي اللي بترجع البيت وعايزة تقول لها ان اخوها وامراته خدوا قضتها وانها هي اللي اشترت البيت اصلا بفلوسها بس كل ده بيختفي لما بتكتشف ان امرات اخوها حامل انا بقى على طول جي بتدور على سكن جديد علشان تعيش فيه وبتدها اماها فلوس كانت محوشها بعيدة عن ابوها واماها ديت هي الشخص الوحيد اللي دايما بيقف معها وبيساعدها وتاني يوم بتدور جي على سكن بس الاسعار بتكون غالية وهي ادوبك فلوسها على قدها وبتكلمها صاحبتها وبتقول لها ان خطيبة جاب لها سكن من اعلان وارخص كمان بس هيكون معاها واحدة اسمها نام سيهو في نفس البيت وبتقول لها ان السيت دي معقدة وشروطها كتير وشكلها مجنونة فهي ردت عليها وقالت لا انا يعيش معها عادي هي بتحب المجنين كده كده اصلا وبتروح على البيت وبتاخد شنطتها على البيت الجديد بعدها بتسألها صاحبتها عن صاحبة الشقة فبتقول انها لسه ما شفتهاش بس هيشغلة في شركة برمجة وبتوريها صورة جماعية سواني بقى اوضح لك حاجة علشان انت مفكرنا انا غلط لا هي كانت مفكرة ان سيهو ديت اصلا بنت وفي نفس الوقت بقى بيكون بردو سيهو مفكر ان جي اسمه راجل وبص حاجة عظمة يعني ما طلعناش احنا بس اللي بنتلغبط ما بيننا وبينهم بتقول جي ان البنت اللي في الصورة هي اكيد اللي اسمها سيهو في الوقت ده بيروح سيهو للبيت وبيلاقي نضيفه كل حاجة مترتبة ودي فايدة بقى ان انت تسكن مع واحدة ست وبتوصل جي للبيت متأخر وكل واحد بيروح شغله ولسه ما شفوش بعض وبتكلمه شات وبتقول جي انها في طريقها لشغله علشان يمضى عقد السكن وبتاخد واجبات معاها كهديا بتقابل هناك السكرتيرا اللي مفكرها سيهو وبتدلها الاكل وبتشكرها على السكن الجميل والسكرتيرا مفكرها هي بتاعة توصيل الاكل وبتاخد منها الاكل وبتمشي وهي ماشية مش فاهم اي حاجة وبتروح جي عشاء عمل كده وبيكون هناك سابو وده شخص بيعملها بلطف ولكنهم هم اللي اتنين لبعض ومخطوبين وبيقولهم المدير انتو اللي اتنين لايقين على بعض قوي وانهم شكلهم كده بيحبوا بعض وبيقول سابو انه هو عايز يقول حاجة لجي بس جي بتخلع منه قبل ما يقول حاجة وبتخرج علشان تلاقي سيهو بتفرج علامات شكرة للاتحاد السكندري فبتقول تتفرج معاها علشان هي بتشجع سيد البلد وبيكون سابو واقف بايت كده فبيقول سيهو انها تروح لحبيبها فبترد عليه وانه هم لسه في بدايتهم وانه كان يعترف لعب حبه من شوية بسها يربت منه وبيرد عليها وبيقولها ان شكله حلو فبتلاقي جيه ان فيه واحدة بتحضنه وهي بتتكلم اصلا فبتقوله انه مش بس شكله حلو ده معاي فلوس ووظيفة وعنده حبيبة كمان بيت انتهي الليلة وبتروح جيه الموقف في الاوتوبيسات وبتلاقي سيهو هناك وبتبقى محروجة قوي فبيقول سيهو انه هو ما بيخرجش وما بيسافرش وانه من البيت للمكتب المكتب للبيت ثلاثين سنة مش عشرين وانها مش عارفة مشاعر اللي قدامها ان كان بيحبها ولا لأ فبيرد علي كلامها ان اللي بيحسب الايام عمره هيجري منه وان البشر بيحسبوا عمرهم وده اللي بيخلوهم ما يعيشوش ايام حلوة والحاجة اللي عايزها مش هتجيلك بتشكره جيه وبتروح للبيت وبتنزل جيه بدرة علشان تشتري حاجات من السوبر ماركت وهي راجع بقى بتركب الاسنسير مع سيهو هنا بقى بينصدموا هما الاتنين ومحدش فيهم بيتكلم فبتعمل نفسها هنا رايحة بيت تاني وبتقول دي مشكلة بقى لو هو سكن معاه في نفس العمارة وبتلف في وشها وبترجع البيت وبتلاقي سيهو في وشها وبسألوا ليه بعضهم اللي اتنين في نفس الشقة فبترد جيه انها اكدت لخبطت وبتصل سيهو على الشخص اللي سكن معاه فبترد جيه وهنا بيتأكدوا ان هما الاتنين في نفس البيت فكل واحد فيهم بيتصل بالسمصار بتاعه فبيقولوا البعض بقى يعني فيه ولد اسمه سيهو والتاني قولوا يعني فيه بنت اسمها جيه قول الله يا جماعة انتو اللي بلد غريبة عما ليه انتو ما تسولوا ولاد في بنات محد فهم حاجة بتروح بقى جيه لصحابه وبتقول سيهو جين ساحبتها ان سيهو اسم جميل على انه يكون ولد اصلا وبيفضلوا يدوروا على حل فبيروح سيهو عند صاحبه وبيقولوا يشوف له حلها علشان مش هيعد مع بنت في نفس البيت بيجي الليل بقى وبتتأسف جيه على سوق التفاهم وبتقولوا انها تدور على السكن جديد في اسرع وقت وتاني يوم بقى بتروح ساحبتنا الشغل وبيعرفها المدير انها تبدأ في مسلسل جديد وبيكون سابه هو المخرج وجيه مش بتبقى طيقاء اصلا وبيفضل بقى سابه يعرفها على نوع المسلسل وعايز احداث زي ايه فيه وبتروح جيه للسكن وبتبدأ في كتابة القص اللي هو عايزها وبتوقت بقى تنظف في البيت كله ولما بيجي سيو وبيشوف قد ايه البيت نظيف ودي اول مرة حد يسكن معي يعمل كده فهو اصلا بيكون واخد قردة علشان يعرف يشتري البيت وهيفضل يسدد فيه المدة 30 سنة وبيروح سيو وبيشكر جيه على التنظيف وهنا بقى بيسألها لو بتفكر انها في يوم تتجوزها او يكونوا في علاقة مع بعض فبترد عليه بلأ طبعا انت انت ازاي بتقول كده وفجأة يعني وانت اصلا مش من النوع المفضل ليه يعني فبيقولها احسن برضو الهلاقات بتكلف فلوس ووقت ومشاعر وانت عارف يعني الحالة معنا ناشف انا وانت وبيوريها كشف تقييم للناس اللي سكنت معا قبل كده وهي بتكون واخد احسن تقييم فيهم وممكن يكمله السكن مع بعض عادي فبتوافق جيه على طول وبتقول له صاحبتها انها مش هتلاقي سكن كويس ورخص زي ده في اليوم التاني بقى بتروح جيه الشغل وبتتفاجئ ان هم جايبين مؤلفة كبيرة هتاخد القصة بتاعتها وحط اسمها عليها وجيه ما بتتكلمش من الزعب يعني سرقه اينا ايناك يا غالي وبتروح البيت وبتتفرج علامات شكورة مع سيه وبتسأله هو ليه مش متجوز فبيرد عليها ان هو بيهتم بثلاث حاجات القطة والبيت ونفسه وهو مش عايز حاجة تانية الصراحة تكلفه جهده وفلوس فبتقول له ليه يعني بس هم يا دوبة علبة جاتوت بلتين يا اخ يعني في الوقت ده بقى بتوصل ام سيه وبتلاقي جيه في الشق فبتبدأ بقى تزعق لبنتها وانها معاه في نفس البيت ازاي وانها ليه لسه مرتبطتش لحد دلوقتي وبتعرفها ان والدها بيهددها بالطلاق لو هي ما تجوزتش في اقرب وقت فبتوعدوا ان هم هيسددوا الدين اللي عليه بتوعه لو تجوز ولما بتمشي بتعتذر جيل سيه اللي انها سببت له مشاكل وبتقولوا انها تشوف مكان تاني تعيش فيه في اليوم التاني بقى بتروح جيه عند ساكن تاني وبيكون مغزن عند سابو وبيتدالها ورق في المسلسل بس بتلاقي ان معظم الكلام اللي كاتبه متغير مش بس اسمها حتى وتاني يوم بتروح فرح واحدة صاحبتها وهناك بيتجمع اصحابها بتوع زمان خالص وكل واحد بقى بيتفخر يا بقى قد ايه ولما بيجي اسأله جيه بقى هي وصلت لفين بتقولهم سوجين ان جيه بقت مؤلفة مسلسلات مشهورة وبتقولها كمان على اسمها المسلسلات بس بيعملوا نفسهم مش عارفينها رغم انهم عارفينها بس هوا شغلة خنزرة مش هكتر يعني فبتزعل جيه وبتروح ساحبتها ديت وبتقعد معها وبتقولها انها بتكون فرحانة وهي بتألف مسلسلات وانها تكمل في الحاجة اللي بتكون فرحانة وهي بتعملها وبتروح جيه للشغل وبتقول انها مش هترضى ان حد يستغلها تاني ويسرق تعبها وشغلها وده حتى لو مش هتكمل في الشغل معاهم وبالليل بيروح لها سابو للسكن وهم تقل في عصير اللمون وبيقولها انها بوزت شغله ولازم تعتذره منه وبيحاول تهجم عليها بس يجيب تضربه وبتخرج في الشارع بالبيجامة اللي هي لابساها وكانت عايزة تروح لأهلها بس أهلها دلوقتي ابعت حد عنها فبتلاقي نفسها قدام بيت سيهو وبتدخل وبتقوله ان جالها كابوس وطلعت تتمشى فبيقولها سيهو لو عندها وقت يعني تجاوب على سؤال مالوش لازمة وبيقولها تتجوزيني اول مثالسل بصي عزيز المشاهد كلهم فجآت ما تستغربش بس سيهو بيهدى كده وبيقولها بصي انسي الكلام اللي انا قلته وبيقولها تفضلي في البيت علشان الوقت تأخر وتمشي بكرة وبتدخل جيت نام ولما بتصحب تكتشف انها نامت 15 ساعة وبعدها بقى بيتكلمهم مع بعض وبتسألوا ليه هو ولطيف معها وطلب منها تتجوزه وبتسألوا لو هو بيحبها فعلا فبيرد ان هو مش بيحبها بس جوازهم مصالح مش اقتر وان كل واحد فيهم محتاج التاني بالنسبة للسكن وللإيجار فبترفض جيل انها تتجوز بالطريقة ديت وبتسيب البيت وبتكلم صحابها قبلها ياخدوها من المكان وبيرد عليها ان ما فيش حد في المكان ده دلوقتي الا واحدة مجنونة بس خارجة بلبس النوم فبتقولهم ايوة انا المجنونة اللي وقفها ديت بقى تعالوا خدوني وبتعرفهم انها كانت في بيت سيهو فبيقولها بقى انت كنت بتحبيه ولا ايه فبتدايق منهم وبتخدها صاحبتها مع البيتها وبتعرفها ان فيه برامج بيحط عليهم صورهم ولو حد عايز يتقدم لها او يتجوزها بيبعتلهم وبيكون سيهو اللي عامل البرنامج ده اساسا وبيشرح بقى للشركات ازاي البرنامج ده بيساعد الناس علشان يتعرفوا على حد شبههم وازاي يقدروا يتعرفوا على بعض اكتر عن طريق البرنامج وبنروح بنا بقى للمؤلفة المشهورة اللي بتروح عند جيه وبتعتذر منها علشان كانت هتاخد مجهودة وبتقولها ترجع تشتغل معها تاني وبتعزمها بقى على العشق ولما بتروح جيه بتلاقي سابه هناك والمنتج كمان وبيقول المنتج ان هو زعق لسابه لما اعرف اللي عمله وبعتذر سابه كمان من جيه بس هنا جيه بقى بتدايق منه وبترفض الاعتذار وبتقول انها مش مسمحها وانها عرف تليه رجعوا لها تاني وده لانها هي الضحية هنا بس لأ انا مش هرجع اشتغل معكم تاني حتى لو هتسيب الكتابة خالص وبتروح بقى عنده صحابها وبتقولهم انها سابت الشغل وبيفضلوا بقى يشربوا عصير الامون طول اليوم وبتقولهم انها تسافر لبيت اهلها ومش هترجع هنا تاني وبيتكلمها سيو علشان شنطتها جات من عند سابه فبتروح تاني يوم علشان تاخد الشنطة وبتسيب ورق المسلسل اللي كتبته هناك بالغلق لانها اصلا كده كده مش هتكتب تاني وبتشكر سيو وبتتمناله يلاقو زوجها صالح فبيقولها انها مش محتاجة يتجوز هو كان محتاجها هي وبتروح تركب الاوتوبيس وبتبص لشنطتها وبتفتكر اول يوم سابت في قريطها وانها جات للمدينة وقد ايه كانت عندها احلام كتير وفي وسط مايز علانة بيجي سيو وبيدلها الورق اللي سابته في الشقة وبتنزل جيو بتقوله انها عندها سؤال بسيط كده محتاجة اجابته وبتسأله لو هيتجوزها فعلا فبيوافق هنا بقى سيو على طول وبسألها لو معجبة بيه فبتقوله لأ ايه الناس دي يا عم انتلسى اللي احنا هجوز مصالح بس مش هكتر يعني المسلسل المفاجئات بالوقت ده بيكونوا صحابها زعلانين لانها مشت وثابتهم وبيفتكروا انها تابت كتير علشان تدخل الكلية وابوها ما كانش موافق اصلا وهي خد عيته ومعرفش غير بعد السنة اصلا وبنروح بينا بقى لسيهو اللي بيعمل عقد جديد للشقة بس جي بتقوله يخفض الايجار شوية بقى عليها يعني وده لانها ثابت الشغل يعني فبيوافق سيهو وبيكون كل واحد فيهم مرتاح وبتقول لجيه ان هما ينسوا حاجة مهمة قبل الجواز وان هما كان المفروض يعملوا فرح متهيقلي اهيه الناس دي مش عارف مالها ولا ايه بتقول ان هما هيروحوا يقابلوا عيلتها وبتعرفوا يقول ايه علشان اهلا يوافقوا ولما بيروح بيوعى بلسانه ان هما كانوا عايشين مع بعض في نفس الشقة اصلا هنا بقى بيتضايق ابوها وبيحاول ان هو يضربوا بس يسوه بيلحق نفسه وبيفتكر كلام جيه وبيقعد بقى يقول ان هو هيفضل يحب جيه ومش هيخليها تحتاج حاجة لحد لما يموت بنروح بينها لصاحبة جيه اللي بتتخانق مع خطيبة وخطيبة مش عارف ايه سابب الخناه اصلا وبيفتكر انها قالت له ان اخر كرسي هي بتحبه في المحل اللي شغالها فيه وان صاحباتها الاصغر منها اشتريته علشان تتجوز وبيقول لها صاحبه بقى اكيد عايزة يشتري لها كرسي وبيروح خطيبة يصالحها وبيقول لها ان هو عارف هيزعلان علشان ايه وهيعمل هولا وتاني يوم بيروح خطيبة يشتري الكرسي وبياخد سوجين معاها وده علشان يعملولها مفاجئة وكده يعني وبتشوفهم بقى صاحباتنا ديت وبتعرف ان هم هيعملهم مفاجئة وبيكون خطيبة تكلم جيه برضو علشان تيجي وبتكون اصلا هي مفكرة هيطلبها للجواز بقى لانهم مخطوبين من سبع سنين بس بتلاقي اشتري الكرسي اللي هو كانت عايزها وبتفضل بقى تزعله وان هو بعد علاقاتهم دي كلها مش قادر يفهم يا عايزة ايه وبيزعل خطيبة من كلامها لانه سعر الكرسي هيكلفه مرتب كله لمدة شهور وان هو ما كانش مستنى منها كده وبيمشي وهو زعلان وبتقول لصحابها انها كانت مستنى يطلبها للجواز وانها كبرت في السن والبنات اللي اصغر منهم في الشغل وكلهم متجوزوا وتاني يوم بيروح سيول الشغل وبيقول انه مش يعرف يحضر العشاء الجماعي يوم الاثنين علشان هيتجوز وبينصدم كل الموظفين لانهم عارفين ان سيو بيكره الجواز اصلا وبتكون جي برضو بتعرف صحابها انها هتتجوز صاحب الشقة فبيستغربوا انها لسه عارفها اصلا من شهرين بس فبتقول سيو جين ده اكيد الحب من اول نظره يا جدعان وبعدها باب يروح عندي ام سيو علشان تشوف جي وبيكون ابو سيو قاد مش طايق سيو اصلا ولا حتى طايق جي وبيسألها ليه هتتجوز من سيو وهتتخلى عن شغله بالسرعة عادية فبتقوله انها بتحبه وكده لسه فيه خطوة خيرة علشان العلتين يقربوا من بعض وكل واحد بيقول لأهله انهم مش يعملوا فرح علشان هيكلف فلوس كتير وبيجي يوم اجتمع العلتين وبيكونوا فرحانين ببعض بس ام جي بتبقى زعلانة وبتقولهم انها مش موافقة انهم ما يعملوش فرح وبيوافق ولد سيو انهم ما يعملو فرح فعلا ولما بيروحوا البيت بتسأل جيو معي ياليزة علانا فبتسألها ليه قررت تتجوز اصلا فبترد عليها انها سابت شغل التأليف وعايزة تشحى تانية فبترد عليها انها كانت بتحوش من ورا بها وبتدالها مصاريف الكليا في السر وكل ده راح في الفاضي لانك سبت الشغل وسبت التعب اللي انا تعبته علشانك وبنروح بينا لسيو اللي بتكون الدنيا مولع مع ابوه وبيقوله انه هيعمل فرح غزبا عنه فبيرد عليه ان هو يبعد عن حياته ويبطل يهد دمه بالطلاق وان هو هيتجوز زي ما هو عايز وما بيبقاش قدام جيو وسيو لان هما يعملوا فرح فعلا وبيقعدوا بيع سيبوا التكاليف وبيعملوا عقد جديد والعقد ده هينتيه بعد سنتين بالطلاق وبيجي يوم الفرح وبيكون كل الناس بتتصور مع جيو واما بتروح عنده وبتدي له شانطة وبيكونوا لسه زعلانين من بعض وبيروح سيو بيلاقي جيو بتعيط وبيشوف اللي في الشانطة وبيلاقي كل صور جيمين وهي صغيرة لحد لما كبرت ومعارسلة من امها وانها بتتأسف عن يوم ما قبل تلالتين وبتقول ان جيو كانت مظلومة واخوه اخد الاهتمام كله وانها ما ازلمها شوية في جنبها وانها لازم سعيدة ترجع للكتابة تاني وانها لما بتعايد بقى ما بتقافش عن العياط فهو لازم يبقى واقف جنبها حتى لو كان هو سبب حزنها بيتأثر سيو بكلامها وبيفضل جنب جيه لحد لما خلصت عياط وبيخرجوا بقى للحفلة وبتخطف جيه عيون كل الناس من جمالها وبيروح سيو وبيقولوا امها انها ما تخافش على جيه وانها بنته قوية وقدر تاخد قراراتها بنفسها وبيوعد انها عمره ما يخلىها تعمل حاجة مش بمزاجها وبتكون جيه بتسمع كلامه وبتشكره انها قدر يتعامل مع امها وبيقولوا اي مشكلة تحصل هناك في قصادها احنا اللي اتنين ونروح بنا بقى لصاحبنا اللي لسه بيحاولوا سلح خطبته بس صاحبه بيبوز الدنيا لما بيقولوا انها زعلانا علشان الكرسي مجاش على طول هنا بقى بتكرر تنطق اخيرا وبتقول ده من السبب زعلها وانها كانت عايزة تتجوز واصحابة كلهم متجوزوا حتى اللي صغر منها واخيرا بتقولوا علف قلبها في اليوم التاني بقى بتروح جيه تدور على شغل في اي وظيفة وبتروح مطعم وبيقولها المدير تدور معاه على بوك فبتفكروا كلب وبتدى تدور عليه بره بس بتقابل بوك الحقيقي وبيقول لها تجيب رقمها علشان لو لها بوك الكلب يتصل بيها وبعدها بقى بتقابل مدير سيو وبيصمم يعزمها على الغداء معاهم وبيقعد بقى الموظفين يتكلموا عن سيو وانها كان بيكره الجواز واكيد انها بيحبك قوي دلوقت علشان يخطر يتخلى عن الفكرة دية وبيكون سيو قاعد متضايق اصلا على عكس جيل اللي قاعدة وهي فرحانة قوي ولما بيروحوا بيقولها ان هم اختروا الجواز علشان ده الحل الوحيد وانها متستناش ان هو يحبها وانهم لازم يحاولوا ما يظهروش في اي مناسبات علشان ما يمنسلوش دور المتجوزين فعلا وبيقول كلام بيبقى كلام مؤذي وبرنوح بينها لصاحبتنا اللي خطيبة بيعرفها انه فكر في كلامها وان الجواز ده مسكيته وانه مش قادر يتحمل المسئولية وانهم لازم يستنوا على الخطوة دي شوية كمان وتاني يوم بتعتذر جي انها نست حدودها وانها مجرد واحدة ساكنة في شقة مشاقطة وانه بعد كده ما عادش يجيب الكلام اللي يجمع نحن الاتنين سواء زي مهمنا وزي بيتنا وزي لينا علشان هو مش عارف معناهم وممكن يقصره في الاقصاده ايه بيتصل هنا بوك على جي وبيقولها ان بوك الكلب ضع تاني وانه هو لقاء ولو جابته للمطعم المدير هشغلها وبيدهم عدو بيسأله لو عنده حبيب ولا لأ فبتقوله قدام سيو انها معندهاش حبيب وبتروح بقاء البوك وبيقولها ان هو هيشغلها في المطعم وبيدخل للمدير وبيقوله لو مشغلتهاش هيسيب الشغلة على طول فبيوافق المدير على طول وبتقول جين مش عارفها وبيسعدها ليه فبيرد عليها وبتطلب منها انها تروح معها علشان يوصلوا طلب وهناك هيقول لها وبيوصلوا جنب شركة سيو وسيو بقاء بيشوفهم وبرك بيهزر مع جي وبيقول جين ان هو هيسعدها علشان معجب بيها فبترد عليه انها معندهاش حبيب بس هي متجوزة فبيرد عليها ان مفيش مشكلة بس هو معجب بها برضو وبتقول بقاء لصحابها انها مش عارف ايلي بيحصل لها بقت في عمر التلاتين وشغالة في مطعم وثابت حلمها في الكتابة ودلوقتي شاب بظهر منها بعشر سنين معجب بيها وبتروح البيت وبتقول لي سيو انها تشتغل وقت ارجع متأخها فبيقول لها انها شافها مع موظف وبين انها قريب منها وبيكون بتكلم كده هو متضايق والتاني يوم في الشغل بيلاقي بارك حاطة صورة في برنامج التعرف بتاعهم وبيستغرب الموظفين ان بارك عنده متسيكلة غالية جدا رغم ان هو موظف وبتروح جيه الشغل و بارك بيفضل يعكسها ويقولها كلام حلوى بقى وبتقول جيه لصحابها فبيقولولها ان هم هيجوا يعلموا الادب ويدربوه وفعلا ده اللي بيحصل بيروحوا تناحي قصاد بارك من جماله وبتقول بقى صاحباتنا اللي كانت عايزة تتجوز انها فعلا كانت متسرعة قوي يعني بعدها بيجي سيو موظفين الشركة للمطعم اللي جيه شغال فيه وسيوه عايز يعرف علاقته بجيه وبتقول السكرتيرا لسيو ان بارك شكله مهتم قوي بجيه وبتقول ان هو كان بان عليه قوي ان هو غيران على جيه فلما بتخلص جيه شغلها بيوصلها بارك للبيت وبيقفوا في الطريق كده وبيسأل بارك عن حياة جيه فبتقوله انها بتظن ان هو بيدحك عليها وبيلعب بمشاعرها وانها مش مرتاحة ان حد اصغر منها يكون معجب بها الصراحة يعني بيرد علي ان هو هيبقى فرحان لو ده يخليها سعيدة بيوصلها للبيت وبيديلها كتاب هدية وسيوه بيشوفه وبيطلب منه معادش يوصلها تاني ويبعد عنها وبتلاقي جيه ان القطة تعبانة فبتطلب منه انها تودها للدكتور وسيوه كان متضايق وبيرفض وبتيجي رسالة من السكرتيرا ان في بلاغات ضد ناس على البرنامج ان هما بيتروضوا الستات وبيكون بارك بقى واحد من الناس ديه بيقلق سيوه على جيه بس بيبقى عايز يتأكد الاول ان بارك ممكن يضرها وبيطلب منها تود القطة بكرة للدكتور وتروح الشغلة متاخر شوية فبتوافق جيه وبيروح سيوه على المطعم وبيراق بارك وبيلاقي معاه شانطة فيها مفاتيحه ووحاجات حد فبيروح وبيسأله عنها فبيرد عليه وبيقول انها للموتسيكل بتاعه في الوقت ده بتكون جيه رجعت مع صحابها للمطعم وبيكون سيوه خارج وبيقع على الموتسيكل بتاع بارك بس بيلحق نفسه وبيقع بعيد وبياخده للدكتور وبيكون محرج قوي من اصحاب جيه وتاني يوم بيروح يسأل عن بارك وبيعرف ان عليه بلاغات في التطبيقات تانية وانه بيهدد الستات وبيخترق تليفوناته فبيقول ان هو لو جيه عرفت هتسيب الشغل ويكون هو السبب وبيفكر في طريقة تانية بقى وبيتصل يتطمن على جيه وبيسألها هتروح للبيت امتى وهتركب ايه وجيم استغرب ان هو مهتم بيها وبتقول له واماله كده متغير ليه ولما بيجي الليل بيطلب بارك ان هو يوصل جيه وبيقول ان هو عزيمها النهاردة وبتروح جيم عاه فعلا وبيسألها عن جزها وانها ليت جوزته فبترد عليه وبتقول له ان هو شخص محترم وعنده بيت وظيفة كمان فبيرد عليها ان دي مش اسباب برضو وانها ليت جوزته وبيعرف ان لو حد ازها اصلا هو مش هيعرف ولا هيقدر حتى يحميك وبقول له ان هو عارف ان جوزها مزيف وبيروح عند الموتسيكل وبيجيب حاجة حده وبيكون رايح عندها بس هنا بقى سيهو بيمسك ايده وبيقول له سوربرايز ماذر حبيبي وبيقول ان مش هيدربه علشان مش عارف هيدفع كام بس عارف حاجة تانية وبيروح يكسر الموتسيكل الغالي بتاعه وبياخد جيه وبيروحه للبيت وهناك بقى بيقول لها ان بارك موتام فقواضل العنف ضد الستات وهيتسجن وبتشكره جيه على مساعدتها ليها بس سيهو بقى بيتأسف لانه اكتشف ان بعد سنتين لما العقد يخلص وينفصله المجتمع يبصله على انها مطلقة انما هو هيعيش حياته عادي ويقدر يتجوز تاني وبتسأله وعارف ازاي ما كانهم فبيقول لها ان التليفون اويع منها في المحطة وكانت اخر صورة متصورة في نفس المكان وكان عارف حقيقة بارك من الاول اصلا بس كان عايز يتأكد وبيشوف اخبار ان الشخص المتام في قضية العنف تقابد عليه وبتكلم جيه صاحبتها وبتقولها ان بارك مجرم تقابد عليه في الوقت ده بقى بتحصل مفاجئة بيقول المدير ان بارك حسابه كان متهكر من شخص تاني وهو ده المجرم وبرك طلع بريق الموضوع طلع مش سهل يعني بتكون جيه في المطعم وبتتفاجئ ان بارك هناك فبتقول له انت عفريت ولا اي امال من اللي تسجل فبيروح مزعالها مدير المطعم علشان جوزها يكسر الموتسكل بتاعه وبيجي سوا على طول المطعم وبيدفع تسليح الموتسكل على اقصاد فبيسأل بارك كده وبيقول له انت زيه عرفت ان الجواز ده كله مزيف وبيقول له وفي حد يسمى اصلا جوزه صاحب الشقة وعلى فكرة المفتاح اللي كان معي ده هفتح بالعصير انتو كبرتم الموضوع يا شباب والله وبيبقى في عزومة بالليل بقى لصحاب جيه والبنات بتتكلم عن بيتها واطفالهم وبيسألوا بعض وبتكون صاحبتنا لسه قاعدة حزينة بس تاني يوم بيطلب منها خطبة ان هم يتجوز اخيرا فبتفرح وبتروح لجيه اللي بقت علاقاتها على طول مع سيهو بقت قوية شوية وبتروحوا تيجي معاها وبتيجي صور الفرح بقى وبيتفرجوا عليها اخيرا وبتقول جيه ان دايما افكار عن الجواز والحب انها تبقى مع شخص واحد جنبه طول حياته وبتكلم صحابها وبتقول لهم انها بتحب جزء فبيقول لها مما ده اكيد وهم ما يعرفوش حاجة اصلا وبتبدأ جيه بقى انها تتعلق بسيهو اكتر واكتر وبتيجي والدة سيهو وبتعزمها في يوم على احتفال العيلة وجيه لازم تروها وبتفكر جيه بقى كلام صحبتها لما قلت لها ان عقلي سيهو مقصوم نصين نص للقطة ونص للشقة بس اكيد قلبي معاك انت يعني فما تنسوش بقى ان قلبي معك انتو كمان برضو فبتسأله جيه هنا بقى انها بالنسباله ايه فبيقولها ان انت ساكنة معايا ونظيفة وبتتفايل فلوس للاجار كمان وكم انت خنزير ايه الخنزير بتروح جيه شغلو بيقول بارك ان الحب من طرف واحد ده صعب قوي على فكرة وان هو بيان عليك الصراحة من نظرتك ان سيهو مش بيحبك بتخلط جيه شغلها وبتروح على بيت حماتها واللي بتفضل تشغلها في المطبخ وعمال الاكل والحمها تفضل حما برضو في اي مكان يعني بنروح بنا بقى لوالد سيهو واللي بيقول ان هو هيسدد القرد علشان خاطر جيه ما تشتغلش بس سيهو بيرفض وبيخلص اليوم وبيقول سيهو انها مش مفروض تروح وتقول اي عزر وخلاص وده لو اتعرض عليك تاني يعني فبترد جيه هو ده مرض بيجي للمتجوزين انها عايزة تكون طيبة ولطيفة مع حماتها الارشان وده علشان تباين قديه حب بقى الجزء يعني انت افهم بقى يا عم بيتغابة هنا سيهو بيعمل نفسه مش فهم حاجة وبيجرح بقى مشاعرها وبيديلها فلوس علشان تعبها هنا بقى بتكرر جيه صاحبتنا انها لازم تربيه فبتقول له لا لا على فكرة الفلوس دي قليلة وها مش هتاخدها وان هو هيروح يساعد اهلها زى ما هي ساعدت اهله وبتصدر له بقى الوش الخشب وبتقول له انا هاخد العقد بتاع الجواز المزيف للشركة علشان امه بتقفش في كل حاجة وبتروح للمتعم وهي بتشتم في سيهو بقى ومدائق خالص وبيقول لها بارك انها شبه ستة كبيرة كده بتشتم جزء جنبه على طول بقول لشكله ان هو مش هيتجوز اصلا ده بارك اللي بيقول كده ها مش احنا ها وبياخد بقى سيهو اجازة من الشركة علشان يساعد اهل جيه وهو خارج بقى بيخبط في المدير وبيتبدل الورق في بعض والمدير بيكون عامل عقد برضه مع صاحبة جيه وبيقول سيهو ان المدير في علاقة مع سوجين بس بيتصدم لما بيعرف ان المدير اخد العقد بتاعه برضه وبتروح بقى سوجين عند جيه وبتقول لها انها مجنونة علشان تتجوز علشان تسكن بس وبتكون الحياة واضحة خالص فجيه بترد عليها انها بتحبه لما عاشت معاه في اليوم التاني بقى وده بيكون معادي عيد ميلاد عيلة جيه وبتتصل جيه على امه وبتقول لها انها مش هتيجي بس فيه حد هيجي بدلها يساعدهم واللي بيوصل بقى صاحبنا هناك وبيقول لها انه هنا علشان يشتغل معاهم وبيحاولوا يعودوا بس هو بيرفض وبيشغلوا معاهم وستات القرية بيضربوه كمان لو عمل حاجة غلط دي مش بتزلو ده بتزلو بتهين قرامته كمان وبيصورها بقى اخو جيه وبيبعت الصورة لجيه فبتقلق هنا بقى وبتخاف وبتروح على طول علشان تطمن عليه وهناك بقى بطلق يتمشو على البحر وبيقول سيه انه بدأ يتعلق بجيه انه معجب بها قوي وده ما بين وبين نفسه يعني اللي انه لسه مقلهاش وبتروح جيه الشغل وبتقابل مدير شركة انتاج وبتطلب من جيه انها تشتغل معاها وترجع لكتابة المسلسلات تاني بس بترد عليها وبتقولها انها ثبت الكتابة من يوم ما تجوزت ومش بتفكر ترجع تاني فبتدلها المدير الكارت بتاعها علشان لو غيرت رأيها وبتروح وبتقول لسيه على عرض المديرة وانها رفضته فبيستقرب سيه وبقول لها اتمنى ان جوازنا ما يكونش السبب لانك انت واحدك وده حلمك اللي هتقف قصاده وتكملي فيه بتفضل بقى جيه تفكر طول الليل وبتروح تاني يوم للمديرة وبتقول لها انها موافقة وبتعرف المديرة ان جيه وقفت عن الكتابة علشان المخرج كان اعتدى عليها وبتقول لها خلاص التعامل بتاعك هيبقى معي انا بس وبتعزمها كمان على العشق وبيبدا يتكلموا في الحياة الشخصية وبتسألها جيه هي ليه مش متجوزة فبترد عليها انها كانت متجوزة في السر وكان فيه جنين ولما الجنين مات اهل جزة اكبران هم ما يسيبوها وبيفضلوا باية تقيلوا في عصير الليمون طول الليل والمديرة بتوصلها للشارع وبيكون سيوه في الشارع وبينصدم لما بيشوف المديرة وبتكلموا بقى مع بعض وجيه مش عارفة ايه علاقتهم ببعض وبتفضل بقى تفكر طول الليل وتاني يوم بيكون معاد كتابة العقد وبتقول المديرة انهم رفعوا ديه على المخرج المتحرش وبيكون العقد فيه فلوس اضعاف اللي كانت جيه بتاخده فبتقول المديرة انها شافت جزة القديم بالصدفة في نفس شارع جيه فهنا بقى الصدمة جيه بتتأكد من شكوكها ونسيه هو اللي يكون جزة القديم فقبل ما تمضع على العقد بتسألها جيه انها لو شافت جزة اللي انفصرت عنه تاني هترجع تحبه تاني وبتقول لها ان السؤال ده مهم قبل ما تمضع على العقد يعني ولا ايه في الوقت ده بيكون سيوه بيفكر يعمل ايه علشان علاقته بالمديرة ممكن تأذي جيه وممكن كمان تجرح مشاعرها وبيروح بعدها عند المخرج المتحرش وقبل ما يسأله عن حاجة سيوه كلمة يعرض الخبرز في ده بيتأسفل المخرج عن اللي عاملو مع جيه وانهما كانش يعرفوا انه متجوزة وبيترجبح ترفع عنه القضيئ وسيوه ما كانش يعارف اللي حصل لجيه وبيبين علي الغضب والقلق بقى وبينروح بينها لجيه اللي بيعرف المديرة ان سيوه هو اللي جزة تقولها المديرة ان علاقته من بعد من ضمن بس جيه بترد عليها انها مش هو يعيز اسيوه يعرفovan حاجة وبعدها بتتفاجئ المديرة ان سيوه ضرب المخرج ضربه جامد وبيروح لها المكتب وبيقولها ان علاقاتهم القديمة مش لازم تأثر على جي وشغلها وان هو وعدها ان جوازهم مش هيوقف ضد حلمها وبتشوف هنا الحب في عينيه وبتقوله انه لازم يروح لجي ويعترف لها بحبه علشان الكلام اللي في قلبه لازم يطلع من لسانه في الوقت ده بتكون جي مع حماها وبيديلها فلوس علشان تدفع الارض بتاع سيه بس جي بترفض وبتقوله على حقيقة جوازهم فبيرد عليها وبيقولها ان مش مهم الحب يجي قبل الجواز المهم يكون في حب بعد الجواز وده اللي حصل مع سيه جي بتروح جي البيت وبتلاقي سيه هناك في انتظرها وعايز يصراحها بحبه وكل واحد كان عايز يتكلم بس جي بتبوز اللحظة السعيدة وبتقول انها عايزة تلغي عقد الشقة والجواز وانها هتمشي في اقرب وقت وبتسأله عن كلامه فبيقولها وقلبي مكسور كده انها كان كلام فاضي مالوش لازمة بتروح جي لشغلها القديم وبتودع صحاب المطعم وكمان بارك اللي بيبيع الموتسكل وهيسافر يكمل دراسته برا وبتروح بعدها عند المديرة وبتقولها انها مش هتكمل في الشغل معها وانها خلاص هتسيب سيهو ويهمت اكد انها بتحبه بس عايزة تطلع برا دائرة الجواز دي خالص واللي بتخليها في علاقة غصبا عنهم هي عايزة تثبت انها بتحب سيهو وهو عايز يثبت انه بيحبها بس محدش فيهم بيعترف للتاني وإحنا هنا مخنوقين فهم قرروا بقى ان هم هنفصلوا علشان يرجعوا يتجوزوا تاني في مسائل خير يا جماعة واتمنى محدش يكون فهم حاجة المهم بيعرف سيهو ان جيه عرفت كل حاجة عن علاقته القديمة بالمديرة وبتقوله ان هم يضيعش جيه من ايده وبيرجع سيهو للبيت وبيلاقي جيه هناك مستنيع علشان يفسخوا العقد بتاحه وبيكون جواه كلام بس هو عاجز انه يعبر عن مشاعره وده عيب خطير وبيخلصوا كل حاجة وبتاخد جيه حاجتها وبتمشي كل ما كان فيه بيفكروا بجيه وبياخد اجازة من شغله وبيرد عليه صاحبه ان هو يسكن في وضع عنده في الوقت ده بتروح جيه الشقة القديمة وبتعرف ان يسوي باع البيت وبتعرف من اصحابه عنوانه وبتروح له وبتفضل قاعدة جنبه وهو نايم طول الليل وبسألها كانت فين وان هو محتاجها جنبه على طول ويتجنل لانها ثابته وان هو باع الشقة علشان كان بيشوفها في كل مكان وهي بقى في عالم موازي بتقوله اخيرا قلت اي حاجة يا اخي غير الاجار والفلوس والنظام والقطة بعدها بقى بيسألها ليه ثابت الشغل فبتقوله انها اختارت تعرف اللي عايزاه وانها لما ثابته هارفت هي كانت عايزة ايه وان انت الحب الاول في حياتي وانا عايزاك فبيقولها خلاص بيادة عن الهرمونات بتاعتكم يعني اهم حاجة ان انت ما تبعدش عني التاني وخلاص فبترجع جيه للكتابة بقصة وبتقول ان الجواز يا عزيز المشاهد من الروابط اللي بتخلي الواحد سعيد الحياة الزوجية هي بداية الحب وبتقول بعد المشاكل اللي وقعوا فيها بهم الاتنين المجنونين في نظر الناس بس هم عايشين حياتهم بطريقتهم ومش لازم نتبع العادات والتقاليد لان ممكن ما تبقاش وفي الحياة اشخاص مجانين فهنا عزيز المشاهد اقدر اقول لك ما تنسوش بلا اكون الاشتراك واتمنى يكون عجبكم المسائل سلو اقدروا لكم سالسالة